طيب تعالوا عندكم استعداد نروح الكاميرون تعالوا نروح الكاميرون معنا على التليفون يعني كابتن خالد الدرندلي رئيس بحثة المنتخب في الكاميرون ونائب رئيس اتحاد الكرة مساء الخير يا كابتن مساء الخير يا فاندي بساء حضرتك ألف مبروك أسعدتونا وشرفتونا الله يبارك في حضرتك ومبروك لمصر كلها حقيقة يعني إنجاز كبير ومصر تستحق هذا الإنجاز يعني يعني كلمنا بسرعة جدا عن الأجواء يعني الأجواء عاملة إزاي هذا الاحتفال الصاخب هذا النجاح الغير عادي كلمنا عليه والله إحنا دلوقتي وقفين عند الأستاذ مش عايزة أقول لحديك المشجعين المواصلين عاملين احتفال ولكنهم عند الأستاذ القاهرة وحاجة مشرفة وحاجة جميلة ناس فعلا جاية يعني مش جاية تصدر ناس جاية تشجع قاموا النهاردة بالأستاذ كله دي حاجة جميلة وحاجة مشرفة أكيد أنا عايزة أعرف مدرجات الكاميرون كتعاملة إزاي يعني بالذات فيه دربات الجزاء الترجحية الوضع كتعاملة إزاي لا طبعا شدت عصاب يعني لا شدت عصاب يعني اللقطات على إدتك أتعاملة إزاي إدتك دا ربنا يكون فيه هنا يعني هو خارج بعد ما فيه أفضل ماتش ضربات كذا مافيش أبدا سرقة في الضطولة ولا عدت عليها هذه الظروف بجانب الضغط العصب اللي بقال لي بقال لي وقين عشي فيه يعني إحنا الحمد للهن هم تعزلوا عن هذا الضغط ما بقلوش فقطروا ولا نركزوا إلا في المباراة ما بصوش ولا اتفتوا لأي ضغوض أي ضغط فهذا هو حد ذاته قوة يعني كبيرة جدا وإنجاز وعايز أقولك إحنا فخورين بيونك الله العظيم طب مننا على الطرد بقى بتاكيروش لا مع دم خلاص بقى سوى الراجل كان مفصول جدا وسعيد بالفوز وكان عمال يوروس معهم في قط اللبس على الرغان العربي وكان في مدى السعادة يعني اللعيبة أنا عايز أعرف اللعيبة الإحساس إيه اللي حصل دخلوا أدينا شوية معلومات بقى مختلفة اللعيبة 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 حقيقة نزلنا لهم في قط اللبس معنا سادة الوزير عشاء بصوتي وكانوا بيروسوا بقى وراء صغيرة عادي وطبعا بقى مكافرات مجدها لهم كمان سادة الوزير سادة التوية وبجد حاجة تفرح أنت وانت بتكلمنا يا كابتن معنا فرحة اللعيبة فرحة لعيبة منتخب مصر وده فيه طبعا في الغرف الخاصة بتاعتهم وواضح أن الفرحة كلها من القلب وإحنا معاهم يعني يعني شيء بديع بصراحة لا الحمد لله بجد طيب سؤال سؤال وإحنا بس كده قبل ما برضو الأسادزة معايا في ستوديو التحليلي هنا سؤال أخبار كيروش ومحمد شريف ايه هل صالحوا لا لا مفيش حاجة لا لا أصدقاء هي بتبقى لها لو هي في دنين في ضربات الجزاء يعني ما بقى هو محمد ما خلتش واحد هو بيبقى لهم نظر هو محمد نزل وقت معاهم ما خالص يعني لا 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 فيش حاجة خالص محمد نزل وقت معاهم في ضربات الجزاء فيعني ما حدناش الكلام ده الناس وده تنواحد وكل واحد الدنيا هتعدي الفرح الفرح بيشيل كل حاجة كابتن محمد عراقي ليه سؤال اتفضل خالب بيه مساء الخير محمد عراقي معاك يا خالب بيه سناني محمد عراقي معاك ألف مبروك يا خالب بيه ألف مبروك الله يتبالك فيك يا محمد كابتن الخير أنا لسه كنت بتكلم دلوقتي مع أستاذ أشافكي طبعا على المعوقات الكبيرة والجهد الكبير اللي عاملوا اتحاد الكورة والحاجات المعاكسة طبعا بالنسبة للتحكيم وطبعا القصة طبعا المعوقات الكبيرة من اتحاد الافريكي والحرب اللي انت خطوها بشراسة ضد كل الجهات دي عشان منتخبنا يتم تسديل كل المعوقات ليه ويظهر بالشكل المشارف ده عايز يعني حاجة تكلمنا أكتر عن الجزئية دي لان احنا عارفين انا عارف حاجات كتير جدا في الكواليس انتو عملتوها فعلا وانجزتوها ضد جهات كتير جدا لليومين اللي فاتوا سيد محمد احنا طبعا كان فيه ضغوط عصبية يعني ضغوط عصبية من اتحاد التقوية يعني الناس تقولك الحاجات احنا ما بصراش حاجة من دي قنص وده ما اقولك عزقنا خاصة الموضوع ده واللعيبة ركزوا في التمرينهم وفي المباراة احنا لا حد نفرح بحاجة في الموضوع ده وانا كانت اثر عزقنا باي حاجة لان في الاخر احنا عايزين نركز في المباراة ودلوقتي برضو النهاردة هنضوح هنبتدي في البكرة صفحة جديدة بقى لمباراة جمال حد ان شاء الله هو ده الصح يعني طيب يعني اكلمنا بقى عن مكافآت اللعيبة اللعيبة دي مش هتنام النهاردة المنظر اللي احنا شايفينه في غرفة الملابس دي الناس دي مش هتنام النهاردة في مكافآت من من الاتحاد القرى اللايحة وفي مكافآت برضو بالاتحاد القرى وفي مكافآت لضافية كبيرة من اضافة الشباب يعني من التولي كلمة السيد الرئيس اللي كانت مباشرة بعد انتهاء المباراة كلمة السيد الرئيس اللي كانت على الفيسبوك يعني ازاي استقبلتوها الناس دي اكبر مكافآة بقى يعني اللي حنتكلم على مكافآت وتكريم هي دي مكافآة كبيرة وما نبصش بقى لأي فلوس ولا أي مكافآت مدية دي مكافآة معروية اللي هي فعلا يتشرف بيها وفعلا أسعدتهم وانا بلغتهم ويا رب ان شاء الله يعني يكون نفس التكريم ده يوم بالحق بإذن الله ان شاء الله دي عندني أحسن أي حاجة تاجي وأكيد هنستقبلكم أنا بس عايز أسألك المباراة القادمة بقى أخبار الحاكم إيه احنا بقينا الحكام يعني عندنا الحقيقة عندنا مشكلة مع الحكام لا يعني أنا بالتالي بقى المراتي يعني النهاردة عشان كاميرو المشكلة ومشاعدين الناس بتتصور إنما ان شاء الله يوم الحدي دي هتكون أنا عارف لسه طبعا ما ظهرش مين الحكم بس برضو احنا مش عايزين نبص الكلام زي من المرأة اللي فاتت زي النهاردة برضو احنا مش هنتأثر بكلام ده خالص ونذكس المباراة ونذكس ان احنا عايزين نسعد كل مئة عشين أو المئة وعشرة مديون نصر ان شاء الله انتوا أسعدتهم بالفعل وعايز أقولك الشوارع المصرية في بحجة والبيوت والحالة يعني احنا بنشكركم على هذه السعادة يعني كابتن خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب الوطني للكاميرون ونائب رئيس تحاد الكرة بشكرك شكرا جزيلا كل التحيات والسلامات وكل كلمات الشرف للعيبة بشكرك شكرا جزيلا